ثامدين، 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 ثامدين لم تكن ثورة اليمن أو بداياتها أو مخرجاتها تختلف كثيراً عن شقيقاتها في ليبيا أو سوريا أو حتى العراق فبدأت صيحات الشباب العربي الطامح للتغيير في ثورة سلمية شابتها الدماء والفوضى ليحال الأمر بعد مخاض عسير إلى إزاحة صالح عن السلطة وتنصيب رئيس شرعي للبلاد عبر المبادرة الخليجية التي وقعت في الرياض سريعاً وكباقي السيناريوهات المألوفة للانقلابات بدأت ميليشيا الحوثي نقضى المتفق عليه فسيروا بادئ الأمر مظاهرات رافضة لقرارات مؤتمر الحوار الوطني ثم تحولت لاحقاً إلى حراك مسلح استولى في ساعة من نهار على صنعاء وبدأ يزحف جنوباً كل هذا كان بمساعدة خصمهم التقليدي المخلوع علي عبدالله صالح الذي ما لبث أن انتهى به الأمر قتيلاً بيدهم على تخوم صنعاء حين وصل الانقلابيون إلى عدن في أواخر آذار من العام 2015 انطلقت عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي الذي طالب فيه دول الخليج ومجلس الأمن بالتدخل لحماية اليمن من الانقلابيين ومن عقب دخولهم عدن فقطع أذرع إيران بات أولوية بالنسبة لدول المنطقة بعد أن نخرت أدواتها ثلاث دول عربية وخشية من لحاق اليمن بهذه الدول انطلقت عاصفة الحزم في الذكرى الثالثة لعاصفة الحزم تستمر الحرب في اليمن وتزداد معها معاناة اليمنيين مع فشل جميع محاولات التسوية فقد سبق للأمم المتحدة أن حاولت وبمساعدة بعض الأطراف الوصول إلى حل للأزمة لكنها كالعادة لم تجد طريقها إلى النور بسبب تعنت ميليشيا الحوثي وتنصلها من الاتفاقات حتى باتت التسوية ضربا من الخيال في اليمن وبات ملف الحل السياسي الذي تنقل بين المبعوثين الأمميين مطوقا بالإرادة الإيرانية المتمثلة بالحوثيين حتى وصل الأمر بالأخيرة إلى السهداف السعودية بصواريخ باليستية بدعم إيراني وإذ لا يعرف ما إذا كان مجلس الأمن أو غيره على درجة من الدراية والجدية بحل أزمة اليمن ومدى تدخل إيران فيها فإن ميليشيا الحوثي ما زالت هناك كذراع إيراني دموي يمثل ظلعا آخر لنظرائه في العراق وسوريا ولبنان ترجمة نانسي قنقر